علاقتنا مع الآخرين وكيف نبدأية بشكل أخير نعود أخير كل شخصيات Уنا هنا شخصية المربي هذا من تقولك لا تدار Device أذهب Vai دقيقة المربي نحن نعود إلى المربي كيف أ plupart ستكون هذه الأشرحة الماربي لدينا العقلية الثانية هي الحقيقة الذين منهم عقليةّ البالغ تعلمها المنطقي العقلية الخالية when language أنها سبحية منطقية وسط حية خلينا أقوله منطقية وسط حية صح يعني حاجة منطقية عقلية البالغ والعقلية الأخيرة والأغلب الآباء والأمهات يفتقدوها هي عقلية الطفل يعني مهم جدا أن تكون عندك موجود يعني عقلية الطفل مع طفلك لما نحكي وشي أقرب حاجة للطفل وشي أكثر حاجة مهمة بالنسبة للطفل أول ما رحل لدينا اللاعب قليل من الآباء اللي يهتم بهذه اللغة أنا نقول لهم اللاعب هو لغة من لغات الطفل حتى يعني لو كان جيد تقصي ولدك ولا بنتك تقوله تحبني يقول لك أي نحبك علش لأنه لعبت معايا وش معناتها يعني الطفل عنده لأنه اللاعب بالنسبة لي موش فقط حاجة هكا يستمتع بيها حنا نعرف بالطفل من يزيد ربي خلقه بهذه القدرات على اللاعب حتى يطور مهاراته حتى يدير بزم أشياء لكن اللاعب بالنسبة ليه راهو تواصل راه يبني به مهارات راه يبني به علاقات تعلم خلينا نقوله كان بزاف ناس اللي نشوفوهم هنا اليوم كي يشلوا لولادهم دي جوي ولا مجموعة من الألعاب أكيد الطفل صغير مشيق خصدو يكسرها بش يكسرها ولكن هو في رحلة الاستكشاف والتعلم بسيف عليه يكسرها إذا كان طفل صغير ما كسرش لعبه عرف باللي ما هو نورمال وما هو قابل بش يزيد يطور هدي بزاف ناس معلى بالهم شو ستادا إنه سكشو مهاراته حواس لهم حسات اللمس الألوان وذوق اللي نشريها له يكسرها صح ويرا هي طريقة من ضرق اللاعب أصلا وكان نحكيه يعني كاينة وحد الفكرة هي مخططات اللاعب أنه الطفل كل مرة يلعب بطريقة مختلفة وهذه الطريقة تخليه يطور مهارات مرة يرمي فقط بش عنده مفاهيم في زائرة وقاعد يبنيها ويكتشف أو يطول في مهارات ترجمة نانسيسة